عن مصادر بديلة لواردات النفط تبحث الهند بحث تريد به ضمان أمن إمداداتها من الوقود ورفع مستوى النمو في البلاد الذي تأثر جراء صعود أسعار النفط المدفوعة باتفاق خفض الإنتاج العالمي الذي يطبقه تحالف الدول المصادرة للنفط أوبك وشركاؤه أمر أكدت وزيرة المالية الهندية مبينة أن سلسل التوريد الجديدة لن يكون لها على الأرجح تأثير على أسعار الخام وبالتالي على ثالث أكبر مستورد للنفط ومستهلك له في العالم هذه التصريحات تأتي في أعقاب مباحثات وزير النفط الهندي مع الإمارات لتعزيز التعاون في مجال الطاقة رغم طلب نيودله من شركات التكرير لديها خفض اعتمادها على نفط الشرق الأوسط واعتبارا من الشهر الماضي أصبحت الإمارات خامس أكبر موردي الخام إلى الهند تأتي تلك العلاقات الاستراتيجية في ظل تضرر الهند من ارتفاع أسعار النفط ورفض منظمة أوبيك تخفيف قيود الإمداد متجاهلة دعوات الاقتصاد السادس عالميا المتكررة لزيادة الانتاج رفض ألقت نيودله باللوم فيه على السعودية التي اقترح وزير طاقتها أن تستخدم الهند احتياطاتها الاستراتيجية المملوءة بنفط أرخص اشترته العام الماضي لكن بعد ارتفاع الأسعار فإن الهند التي تستورد ما يصل إلى 15 مليون برميل من النفط السعودي شهريا تتجه بحسب مصادر مطلعة إلى خفض وارداتها من المملكة بقرابة الربع في مايو المقبل في مواجهة قد تلهبها حرارة الصيف عندما تزداد الحاجة إلى توليد الكهرباء ويرتفع الطلب العالمي على النفط